الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 5 ديسمبر لدينا كثير من التطورات الهمة تقدمت القوات الروسية بثلاثة اتجاهات في زابوروجي في أفدييفكا وفي باخموت لذلك أتمنى من حضرتكم متابعة الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة سنبدأ مباشرة بمقالته فنلندا حول أنها ستبدأ إنتاج ذخيرة المدفعية للقوات الأوكرانية ولكن لم يتم تحديد متى الموعد بالضبط أما بخصوص أو ما يتعلق بالميدان سنبدأ مباشرة من باخموت حيث استطاعت القوات الروسية في جبهة شمالي مدينة باخموت التقدم في عدد من المناطق واستطاعت التوغل طبعا في هذه المناطق تحديدا شمال الخروموفي استطاعت القوات الروسية التقدم وتطهير هذه المنطقة والسيطر عليها والتثبيت بها استطاعت القوات الروسية السيطر عليها من هذه المساحة وتواصل عملياتها على طول هذا الطريق وخلف هذا الطريق في محاولة منها لكسر الدفاعات الأوكرانية الموجودة عند هذا المنعطف هذا المنعطف الهام والمشهور طوال حرب بخمط كان الانداد إلى مدينة بخمط يصل للكوات الأوكرانية عبر هذا المنعطف تحاول القوات الروسية حاليا التقدم والسيطر عليه والتقدم لاحقا باتجاه هذه المنطقة للالتقار مع القوات الروسية المتوجهة المتقدمة من جاعة بودانيفكا كذلك تقدمت القوات الروسية واستطاعت السيطر على هذه المنطقة باللون الزهري طبعا إذا نشهد محاولات تقدم من ثلاثة اتجاهات باتجاه هذه المنطقة سأبعد الصورة قليلا ما ترونه الآن هي اللون الأحمر الداكن هو لون سيطرت القوات الروسية منذ بدء هجومهم منذ عدة أسابيع استطاعت القوات الروسية السيطر على هذه المنطقة وتواصل عملياتها للوصول إلى هذا النهر باللون الأزرق تحاول القوات الروسية الوصول إليه ودفع القوات الأوكرانية إلى الخلف أما في محيط مدينة بخمت نفسها مباشرة بالجهة الجنوبية استطاعت القوات الروسية أن تقوم بعدة عمليات عسكرية تجاه هذه المنطقة واستطاعت السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون تواصل القوات الروسية عملياتها عسكرية في اتجاه إيفانيفيسكي أيضا تحاول استهداف القوات الأوكرانية المنتشرة في إيفانيفيسكي وتحاول أن يكون لك عدة تقدم إضافة لذلك لكن بداية عليها أن تسيطر على هذه المنطقة التي تتقدم بشكل أفضل أما في اتجاه جنوبي بخمت تحديدا باتجاه كليشيفكا استطاعت القوات الروسية الوصول إلى الطريق هذا الطريق الذي يستصل منه إمدادات للكوات الأوكرانية أو تصل عبره إمدادات للكوات الأوكرانية إلى كليشيفكا استطاعت القوات الروسية الوصول والسيطرة على جزء منه طبعا بشكل جسدي كما تلاحظون هذا هو الطريق استطاعت القوات الروسية الوصول إليه وبالتالي تحاول كما أشرت سابقا في العديد من الفيديوهات القوات الروسية السيطرة على هذه المرتفعات والضغط على بلدة كليشيفكا من عدة تتجاهات أيضا كما ترون في هذه الصورة اللون الأحمر ينوز إلى مناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ عدة أسابيع باللون الأحمر الداكن تلاحظون حجم التقدم الروسي اللون الأصفر ينوز إلى السيطرة الأوكرانية منذ شهر يونيو حزيران يونيو استطاعت القوات الأوكرانية السيطرة على هذه المساحة ضمن الهجوم الأوكراني المضاد الكبير إذن تستمر العامية العسكرية باتجاه كليشيفكا تضغط القوات الروسية من عدة اتجاهات في محاولة منها للسيطرة على كليشيفكا أما الأحبائي فيما يتعلق بيوحر أفديفكا فالأمور أيضا ضخمة معارك ضخمة جدا نتيجة الهجمات والهجمات المضادة لكل الطرفين أي بمعنى آخر استطاعت القوات الروسية بعد منطسة في الأمس مواصلة هجماتها في اتجاه ستيبوفي من الجهة الشمالية والشرقية وجنوبي ستيبوفي استطاعت استعادة السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون تقدمت مجددا القوات الروسية وتحاول الضغط من ثلاثة اتجاهات باتجاه قرية ستيبوفي كذلك تعمل على استهداف الحشود الأوكرانية الموجودة في بيرديتشي في محاولة منها لمنع أي محاولة أوكرانية للقيام بهجوم مضاد باتجاه ستيبوفي أي تحاول استهداف الاحتياطات الأوكرانية الموجودة هنا لمنعها من القيام بهجارة مضادة كي لا تخسط كما حصل بالأمس استطاعت القوات الروسية بالأمس السيطرة على هذه المنطقة ثم خسرتها نتيجة هجمات أوكرانية مضادة أما جنوبية تيريكون استطاعت القوات الروسية أيضا التقدم ووصلت إلى هذه المنطقة سيطرت على هذه المنطقة باللون الزهري تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية مدعومة من وجودها عند هذا المرتفع ما يسهل عمليات الرصد واستهداف القوات الأوكرانية ولكن طبعا كما أشارنا المنطقة المعركة ليست سهلة المنطقة محصنة بشكل جيد وبشكل فعال وبالتالي المعارك تحتاج مزيدا من الوقت أما في كما ترون اللون الأحمر الداكن يرمز للسيطرة الأوكرانية روسية عفوا كما تشاهدون منذ بداية العملية في أفديفكا تشاهدون المساحات التي استطاعت القوات الروسية السيطرة عليها مؤخرا أما في اتجاه جفيرني فهناك معلومات أن القوات الروسية تتقدم باتجاه القرية ولكن لا شيء مؤكد لذلك لا تعديل على الخريطة إطلاقا ولكن العمليات العسكرية مستمرة باتجاه بيرفومايسكي باتجاه جفيرني وباتجاه طبعا جنوبي أفديفكا حيث تخوض القوات الروسية معارك عنيفة تحاول القوات الأوكرانية ثبات في هذه المواقع التي تتحصن بها وتنتشر بها لمنع القوات الروسية من التقدم بشكل أكثر فأكثر أما في اتجاه أوجلدار فكان هناك ضربات للقوات الروسية على القوات الأوكرانية في أوجلدار ولكن دون أن يكون هناك أي عمليات هجومية في جبهة ديزابوروجي كان هناك تقدم كبير للقوات الروسية تحديدا في جبهة شمال فيربوفي استطاعت القوات الروسية التقدم جنوبي المرتفع 142 شمالي بلدة فيربوفي واستطاعت السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون طبعا سيطرة أهمة تحاول القوات الروسية توسيع سيطراتها في هذا الاتجاه إضافة تحاول حماية الطريق أي القوات الأوكرانية تحاول أن تستك هذا الطريق الذي يصل إلى بافليفسكي وبالتالي تحاول القوات الروسية القيام بعمليات في العديد من الاتجاهات هنا أيضا إضافة لهذه العمليات هنا في محاولة لحماية هذا الطريق ومنع سقوط نوفو بروكروفكا وتوسيع السيطرة في هذه المنطقة لأنه مؤخرا استطاعت القوات الأوكرانية في الأسابيع الماضي التقدم والسيطرة على هاتين الكتلتين الصغيرتين كما تشاهدون استطاعت القوات الأوكرانية السيطرة عليهما وبالتالي تستمر المعارك أيضا في اتجاه نوفو بروكروفكا تحاول القوات الأوكرانية الضغط بمزيد من الهجمات باتجاه هذه البلدة دون أن يكون هناك أي محاولات ناجحة أما في اتجاه خيرسون فتستمر المعارك بقوة الطيران الروسي يعمل بشكل كبير في هذه المنطقة الدرونات استخدام هائل للقضاءة العنقودية الجوية التي يضربها الطيران تسمى RBK500 تستخدمها القوات الروسية بشكل كثيف وفعال في كامل الخطوط الخلفية للقوات الأوكرانية البعض سأعني أين تقع خيرسون هذه هي مدينة خيرسون هذه هي الكوات الروسية المنتشرة في هذه المنطقة باللون الأحمر يعني لا يوجد تقريبا أي مسافة خطنار المسافة قريبة جدا 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 وبالتالي يمكن استهداف في حال وسط لو كان هناك مدفعية روسية اللي كانت استهداف بشكل مباشر ولكن هذا ما يصعب المعارك في خيرسون أحبائي يعني مثلا في كرينكي المدفعية الأوكرانية المنتشرة في هذه المناطق هي التي تتولى حماية القوات الأوكرانية الموجودة هنا أي تقدم للقوات الروسية في هذه المنطقة يتعرضوا لإطلاق نار من القوات الأوكرانية او المدفعية الاوكرانية الموجودة في هذه المنطقة يسهل استهدافهم لذلك تحديدا في هذه المنطقة حيث تقعت عينكا على مرتفع وبالتالي يسهل استهداف القوات الروسية لهذه الدرجة القوات قريبة من بعضها البعض احبائي في اتجاه كوبيانسك تستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الاوكرانية تحاول القوات الروسية التقدم في اتجاه سينكيفكا ولكن حتى اللحظة ليس هناك اي تقدم اي نجاح في اي محاولة التقدم طبعا المعارك تخاض في الغابات في المنطقة هنا وباتجاه بلدة سينكيفكا نفسها طبعا باتجاه ايفانيفكا واكسيليفكا لم يكن هناك اي جديد ايضا ننتظر مزيدا من المعلومات احبائي هذا كان كل شيء حتى اليوم اي جديد سأوافقكم به طبعا اتمنى لا تنسوا الانضمام الى القناة مشاركة الفيديو لانضم اصدقائكم الينا وكذلك تنسوا وضع اعجاب على الفيديو شكرا لكم لمحبتكم والاستقاطكم والى اللقاء بفيديو اخر